خلينا في البداية بما أن موضوعنا النهاردة عن الفيرس ديت اللي أنا شايفها هي موضة يعني جواز السالونات بس ستايل شوية يعني على مادر شوية فعلا هو جواز السالونات ولا عشان هم بيتقابلوا بره فده بقى حاجة تانية لا هي الإنسان دايما طول الوقت من بدء الخليقة بيبحث عن الشريك بيبحث عن الشخص اللي يقدر يشاركه حياته ويومه وتفاصيل يومه بتتطور تبقى للمعطيات يعني احنا كل حاجة بنستخدمها في حياتنا هنيجي عند الجزء الأهم اختيار الشريك مش هنختار وسائل جديدة للتواصل يعني فكرة ان احنا نتقابل نتقابل بره انا باعتبارها يا نوع من الامتداد للسالونات يمكن اصلا الناس ما بقتش بتستقبل حد دلوقتي في بيوتها مالوا السالون بتاع البيت قال لأ مثلا السالون البيت قال لأ مالوا السالون اللي ست مكلفاه وكل سنة تجدد وتعمل جمعيها عشان السالون يبقى كده قد المقام لما يجيلي العريس هو جواز السالونات ده لو سميناك كده هو يعني هنقسمه السيني للجواز مش الجواز يبنى احيانا على اساس عقلي واحيانا على اساس عاطفي او يجمع بينهما هو جواز السالونات ده هو جواز العقل اه بيسموه جواز العقل يعني تقريبا الجواز العاطفي بقى اللي هو بقى فيه ديت وفيرست ديت وديت كتير وحاجات كده ديت كتير ومشاكل كتير وحب كتير وكلام كتير وكلام كتير يعني هي الملفة ايمان حاجة غريبة جدا ان احنا في زمن وكنا بنتكلم انا وانتي في الموضوع ده في زمن تخمة التواصل مش وسائل التواصل بس تخمة التواصل اه في قلة في التواصل يعني الناس مش قادة توصل لبعض ودي حاجة ملفتة جدا انا اقولها لك زي ما اتكلمنا فيها اوف اير يعني انا كنت لسه بقول لي وليد بقوله قد ايه الانفتاح اللي احنا عايشين فيه قد ايه الانفتاح الناس كلها ماسكة الموبايل على الفيسبوك انستجرام كل وسائل السوشيال ميديا اللي عايز يتعرف على حد بيتعرف عليه واللي عايز بيبعط له بيبعط له مسج واللي بيكلموا بيكلموا بعض فيديو كله واديو كله كل حاجة تخيلوا بالرغم من الانفتاح الجبار اللي احنا فيه ده فيه افليكيشن للجواز عليها خمسين مليون راجل وسط عايزين يتجوزوا يعني انا قلت لما يبقى فيه الانفتاح ده الجواز سهل لا ده تلا ان دلوقتي الجواز بقى صعب ودي بقى التوليفة او التركيبة الغريبة في الموضوع طب ليه بالرغم ما كلنا بنعرف نتكلم بعض وليه مش عارفين نتجوز اوه ده في تعبير كده شعري شوية هذا الزحام لا احد يعني كل الزحام ده اللي ممكن الانسان يبقى الفرنبوك بتاعته التليفون بتاعته مليانة الافات اه خمس تلاف رقم والفرنلست عنده خمس تلاف وعنده الفرنورز عشرين تلاتين الف في نهاية هذا الزحام لا احد لا احد حقيقي موجود في حياتك لا احد عارف تفاصيلك بالزبط لا احد يشاركك التفاصيل اكتر مشاركة دلوقتي ان انا اديك هارت او بيج لايك او يعني على حدث كبير في حياتك يعني ممكن حدث كبير في حياتك انا اعملك لايك عليه او اعملك هارت او بس يعني فجة المشاركة الفعلية يا زحمة الفاضي ايوة يعني فعلا احنا بنشارك الزفة الكتابة كده ما بيسموها كده ابتدينا نفك هي الزفة الكتابة هي الزفة الكتابة ايو يعني انا ممكن اشارك الناس انا اللي باختار بشاركهم في ايه بحطوا بوست حيل وفستان شكل حيل وفيه ادعاء كمان لا فيه ادعاء في الاختيار يعني الناس ما بتحبش مشارك مشاكل الناس ما بتحبش تشارك الخبب بتاعتها يعني بالبلد يعني انا ما حط هقول او ما سلام ممكن انا ما نكونش في احسن موت ممكن ما نكونش كويس ممكن تحط ان هي وجوزها في احسن وقت وهي مش في احسن وقت معي ممكن تكون حطة ده عشان حاصة ان فيه مشكلة بين وبينها فهي عايزة تقول للناس او تقول الستات الأخرى او هو يقول ان احنا كويسين في جزء من الادعاء فالطريقة اللي أن الناس تتقابل دلوقتي أو تعمل ديت أو برا أنا شايفها طريقة مسيئة وخاصة أنا بيعتبرها هي امتداد لعرفة الفرح عرفة ما الناس كان زمان تروح فرح فيبقى فيه عريس وفيه عروس وبنات ويحصل الجوازات من كده ده كان زمان الفرح كان بنات العيلة تلبس أحلى فستين ليه؟ لأن هي عرفة أنه من الفرح ده هيجي لعريس متشافة كوي متشافة فأيان أنا لازم أبقى أمر ونفس الحكاية شباب العيلة لكن الأفراح تلوقتي مش عارفة لهم ما بيجيبش أرسال لا لا أقولك حاجة بقى كومي ده انت عرفة بقى بيعملوا حاجة شبه الحاجة دي بس عندهم مختلف شواء اسم حفلات العزوبية يعني الناس بيعملوا حفلة جبية فيها مجموع عزي بالوقت عشان يحصل ماتشنج ده أنا بشبهها دلوقتي زي الأفراح زمان زي صلاة التراويح لما الناس بيصالوا صلاة التراويح عشان الأم تشوف بنتي بتصال التراويح طب إيه عشان ابنها يعني قصدي قصدي ليه ليه بننفر من الحاجات اغمناها مستحدثات زي الخطبة زي ما كاتبت الزواج زي كل المراحل دي ما الخطبة دي كان بتعف كل المعلومات عن كل الأسر وبتوح بتديهم الداتا اللي هي دلوقتي بتوفرها مثلا مواقع التواصل الاجتماعي بتوفر داتا